السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة في قناة علوم الحياة والأرض الجامعية. معكم الأستاذ عبد الرحمن. في حصة اليوم سوف نتناول مجموعة الأسئلة التي تكرر باستمرار في تمارين المناعة. سوف نريكم طريقة التي يجد سهلة لتعاملوا معها. بين هاد الأسئلة التي تنجدو دايما في تمارين ديال المناعة أو نقوله في واحد سين في المياه من تمارين ديال المناعة. حدد طبيعة لمسلك المناعي المتدخل أو المناعاتي المتدخل. بمعنى تكون الطالبين منك تعطي جواب تختار واحد من جوج مسلك مناعاتي غير النوعي يعني مناعة طبيعية. أو تقول مسلك مناعاتي النوعي خلطي أو خلاوي. إذا وقتاش انت أو انت كتلميدة أو كتلميد غادي تقوله رأى مسلك مناعاتي غير النوعي. في الوقتها فاش غادي تطلقها في المعطايات تدخل عوامل تكميلة أو تدخل بالعاميات. إذا المعطايات يعني لاش غادي تعتمد. إذا من غادي يقول لك حدد طبيعة لمسلك ثم علل جوابك غادي تقول نظرة لتدخل عوامل تكميلة. أو نظرة لتدخل بالعاميات. بالتالي في المسلك مناعاتي غير نوعي أو طبيعي. انتقلوا المرحلة غادي تختار كجواب وتقول مسلك مناعاتي نوعي خلطي. تخص في المعطايات ديال التمرين تلاحظ ارتفاع في عدد الكوريات اللامفاوية بي. يعطوها لك على شكل مبيان أو على شكل جدول في عدد الكوريات اللامفاوية بي ترتفع. هذا مؤشر على أنه المسلك المناعاتي المتدخل وخلطي. أو يكون عندك جدول أو مبيان في ارتفاع عدد البلزاميات. أو يكون عندك واحد المبيان ولا جدول في ارتفاع في تركيز مضادات الأجسام. إذا قاعد مؤشرات هذا ومش تتعلل. تدقل مسلك المناعاتي المتدخل ومسلك المناعاتي نوعي خلطي. نظراً لارتفاع تركيز مضادات الأجسام أو لتدخل مضادات الأجسام. أو لارتفاع في اعداد البلزاميات. إذا انت تعرفوا قاعد الخالية أو العضة اللي غادي تدخل ترتفع تيزات تيزات تيز وقع فيه واحد تغيير ترتفع. إذا قاعد نعطيه هذا الجواب في الحالة لشجلنا إما ارتفاع في عدد الكريات اللانفاوية B أو البلزاميات أو مضادات الأجسام. إذا نقتاش قاعد تعطيك جواب لحد الطبيعة المسلك المناعاتي المتدخل. تقول رأي مسلك المناعاتي نوعي خلطي. إذا لقيت في المعطيات ارتفاع في عدد الكريات اللانفاوية T8 أو TC. في هذا اللحظة هادي غادي تقول مسلك المناعاتي المتدخل نوعي خلاوي. غادي ندوزوا الآن التطبيق. غادي نشوفوا في واحد المجموعة ديال الوطنيات هاد السؤال وكيفاش غادي نستغلوا هاد المعلومات باش نجاوبوا على هاد السؤال. إذا كيف عندنا هنا في هاد السؤال رقم واحد انطلاقا من الواتقة واحد. استخرج معلن إجابتك أنواع الاستجابة المناعية المتدخلة إطرال إصابة بفيروس. هادي الواتقة واحد اشتنشج له ارتفاع في تكيز T8 ما تهمنا شأنها من بعد نخفضت والكرات طفعت. ثم كذلك ارتفاع في كمية مضادات الزام إذا رتفعت من بعد نخفضت والكرات طفعت. إذا اش غادي نقول هناك جواب اش غادي نعطيه. غادي نقول أنواع الاستجابة المناعاتية المتدخلة إطرال إصابة بفيروس. T8 تحيلنا إلى مسلك مناعتي النوعي خلاوي. نظراً لتدخل T8 وارتفاع في تكيز T8. وكذلك مسلك مناعتي نوعي خلطي نظراً لتدخل مضادات الزام أي ارتفاع تكيز مضادات الزام. نشوف مثال آخر. إذا في التجربة التالية عندنا السؤال التالي. باستغلالك المعطيات تجربة كلمان. استنتج طبيعة الاستجابة المناعاتية أو المناعية المتدخلة. وحدد الشرط الضروري للحدودية. باقي غادي نوريكم كيفاش العودية تحدو شروط دابة غا تتبع معي. هي كيفاش غادي تخرجو اسم الاستجابة المناعاتية تحددوها. أشي اللي لاحظنا هنا المصل. بحالة تكلمنا عن مضادات الزام. إذا نستعمل ماذا؟ نستعمل المصل. إذا استجابة مناعتية نوعية خلطية. نظراً لأننا تحدثنا عن المصل. المصل وعندنا النتيجة تلكد. تلكد بمعنى حدود استجابة المناعاتية. مني تكون مضادات الزام رات يجمع الكريات. الجغم اللي هي الكريات الدموية لخاروف. تتجمع بمضادات الزام. هاتش اللي اشتوقع عدك تلكد. تلكد هي تجمعت. المصل يؤكد بأن طبيعة الاستجابة المناعية المتدخلة. هي استجابة مناعية نوعية خلطية. نتقل المثال آخر. هذا المثال الثالث. مطلوب منا في استثمار معطيات الوثيقة اثنان. نقارن بنتاج تطعيم المحصلة عند الأراني. ثم بينا الاستجابة المناعية المتدخلة في رفض الطعم ذات مسلك خلاوي. إذا استغل الفرصة باش نوريكم كذلك كيفاش تجاوبوا على هات السؤال دي القارن. هنا ما قالوش انه قارن المعطاية تنقولوا بآ تم تطعيمه بجلد. قالوا انه نقارنوا نتائج. عند الأرنب بآ رفض الطعم بعد اثناشر يوم. ما قلتش تطعيم قطعات جلد أرنب من سللاء أعلى أرنب بواحد. عند الأرنب بي اثنان تم رفض سريع للطعم. عند الأرنب بي ثلاثة رفض الطعم بعد اثناشر يوم. هذه المقارنة ديال نتائج. في ناية النتائج يادي. ويادي هنا. ويادي هنا اللي قارنطي. إذا انطلب منا انحددوا المسلك المناعي. المسلك اللي يدخل في الاستجابة المناعية. في رفض الطعم. ونبينوا بأنه مسلك خلاوي. علاش بدفت مسلك خلاوي هنا غاد نشوفوا شكل كان فعال. ماشي نشوفوا المصل ونقولوا راه المصل كي قويلا. المصل كان يبقى حدوتي يعطي النتيجة. تعطي التلكد. تكشف شكلنا المصل. هنا مضادات الأسام كتب تتطافع. بمينارات واجع تقاوم. هنا أفغينا نشوفوا شكل المسلك. ليعطى نتيجة. إذا في الوقت فاشخدينا الكريات اللام فاوية من عند هذا الفأر بي اه. وحقنا البيدو. اعطاتوا استجابة أسرع. في رفض عيام تم الرفض. بينما هذا الفأر حقناه في المصل. كانت الاستجابة بحال لا مدرناش المصل. تناشر يوم بحال هذا الفأر العادي. تناشر يوم بحال هذا الفأر العادي. تناشر يوم بحال المصل هنا غير فعال. إذا هنا منيطا نبغيو نحددو المسلك. وبغينا نبينو بأنه مسلك خلاوي. سنقولوا لأن الرفض كان سريع بالتالي فالمسلك خلاوي. إذا ارجع. ونؤكد لكم على الفكرة التالية. الوقت فاش قلناه لشتنا مضادات الأسام لشتنا المصل. وتنشوفو حتى النتيجة ديالو. واش فعالة. بحال هات التمرين اخليتها. فاش نوريه لكم من هات التمرين هذا. إذا عندنا المصل هنا. ما كانش فعال. بحال ما تزاد شان تعطاك. بحال ما كانش بحال هنا النتيجة رفض بعد 12 يوم. الرفض بعد 12 يوم. بينما الكريات اللانفويتي. أدت إلى حدود رفض سريع للطعم. إذا المسلك المتدخل في رفض الطعم. هو مسلك خلاوي. وعليش قلناها مسلك خلاوي لأنه ش نعطى نتيجة. إذا ننتقل. إذا في هذا المثال الأخير. لدينا. ارتفاع في التركيز مضادات الأسام. بمعنى أن مضادات الأسام تواجه. المولدات المضاد اللي هي السومين. إذا الوقت الفاش غادي يقول نستنتج طبيعة الاستجابة المناعاتية المتدخلة. خلطية نظرا لتدخل مضادات الأسام. أو لارتفاع تركيز مضادات الأسام. إذا السؤال كذلك اللي تتعود في الوطنيات ديال المناعة. كيف تفسير عدم تدمير خلايا المعفانة. كيف تفسير عدم تدمير تيسي للخلايا المعفانة. إذا باش نتعاملوا مع هذه السؤال. سنحطوه في بالنا. أشنو الشرط أو الشروط الضرورية. لكي تدمر تيسي الخلايا المعفانة. تيخص تيسي أولا تعرف على سي ام آش ديال الخالية المعفانة. وتيخص تيثمينيات تكون سباق لتعرف على موليد المضاد. إذا متى يقول لكم في هذه السؤالة تتطرح عليك. تيخص ترد البال في المعطيات. واش تيك الخلايا المعفانة لما تمشي تدمير ديالها. واش عنداش سيم آش مخالف للخالية تيثمينية أو للتيسي. إذا انت تقول افسروا عدم تدمير الخلايا المعفانة من طرف التيسي. لكون الخلايا المعفانة لها. سيم آش مخالف لم تتعرف عليه تيثمينية أو تيسي. أو ممكن يكون كذلك انه تيثمينية لم يسبق لها التعرف المسبق. بحال مثلا انت تكون هي محسسة ضد فيروس فاصين. ولكن تنعطيها واحد الفيروس جديد ليوجه معفانة به واحد الخالية. وخها هذه الخالية عندها سيم آش معفانة لتتعرف عليه تيثمينية. إلا انه فيروس جديد ليفتك الخالية معفانة. ما سفقش للتيثمينية تعرفت عليه. وبالتالي ما غاديش تدمرها. إذا كيفاش انتو ما غاديت تعملوا مع هذه السؤالة. غاديت تعملوا بالشكل التالي. غاديت تحط هاد جوش الشروط. في الورقة ديالة الوساخ ديالك. وتتشوف شكون فيهم لما تطبقش. ممكن تلقى واحد ولا تلقاهم جوش. ان الخالية معفانة بفيروس جديد. وانها تمتلك سيم آش مخالف. بالتالي تيثمينية لم تستطع تعرف على السيم آش. وكذلك الفيروس الجديد لا تمتلك التيثمينية داكرة. حول هاد الفيروس هذا. مبقى للآن ان المدعكم على امل لقاء بكم في حصة مقبلة. غادي يكون فيديو اللي هو التتمة ديال هاد تمرين هذا. وقالنا منيتي يقول لك سؤال خاص. استخرج خاصية المسلك المناعي المتدخيل. ثم حدد المسلك الفعال. اذا عندك واحد رفعات الاسئلة. اللي تيتعودوا بزاف المناعة. خاصك تكون مجد لهم من دا بق. تكون عارفهم. في الحصة المقبلة غادي نشوفو كيفاش غادي نقولو. وانتبقوا في تمارين. كيفاش غادي نقولو. الخاصيات ديال المسالك المناعتية المتدخيلة. وكيفاش غادي نتعاملوا مع سؤال. تقولونا حدد المسلك المناعي الفعال. اذا استودعوكم الله الذي لا تدعو ودائعوه. الى اللقاء في الحصة المقبلة ان شاء الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.